وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 565 قضية تمونية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمبوطات بلغت قرابة 228 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 92 طن كما تم ضبط قرابة 115 طن في مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض هذا وتمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 21 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فضلا عن ضبط 488 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و183 قضية خبز غير مطابق للمواصفات